صفحة رياضية وتحديدا من تونس حيث تم الإعلان من طرف وزير الصحة عن تأجيل جميع التظاهرات الرياضية الدولية والقرية والإقليمية الرسمية منها أو الودية المبرمجة في تونس وذلك إلى وقت لاحق أما البطولات المحلية فتستمر بشكل عادي وبحضور الجمهور نسمع لوزير شؤون الشباب والرياضة التونسي أحمد قلول مع الناشي إجراءات في قطاع الرياضة أو الوضع اللي قاعدين تابعوا فيه بشكل دوري معناها كل 3-4 يام 5 يام يجتمع وفما لجنة تابع الوضع اللي نحن قاعدين تابعوا فيه إلى حد الآن موصلش إلى حالة من الخطورة تجعلنا نتخذوا إجراءات جذرية في مخص التجمعات البشرية متع المواطنين التونسي بما في ذلك الملاعب والقاعات الرياضية إنما يمكن نتخذوا مجموعة من الإجراءات الوقائية اللي تمنع الانتشار القرار اللي الآن أخذناه مثلاً كل تظاهرة فيها ناشي جيين من خارج تونس هذه نحن يمكن نوقفها مبدئياً ما ثماش أشكال أنه يتعمل سبركوب بالجمهور